السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الواد الكبير أو واد الرمال أو واد العثمانية الذي يصب في سد بني هارون من أين يبدأ وأين ينتهي ما هي السدود التي تقع عليه وما هي الولايات التي يمر بها هنا في قسنطينة ليس هو هذا المنبأ ولكن في قسنطينة يسمى بواد الرمال لأن هذا الواد الذي يصب في سد بني هارون يمر بولاية قسنطينة وهو واد دائم الجريان وهناك حتى أودية أخرى قادمة من جهة ولاية الصيف سنتغرف على هذه الأودية من منبعها إلى سد بني هارون وحتى نهاية وادي الكبير في ولاية جيجل لنذهب إلى الخريطة حتى نصل إلى أفضل توضيح إن شاء الله لو قمنا برسم مسارات الأولية سنجدها تقريبا بهذا الشكل الواد على اليسار قادم من نواحي ولاية الصيف بينما الواد الرئيس الذي يصب في سد بني هارون يسمى بواد العثماني ومنبعه من نواحي ولاية ميلا ثم يدخل إلى قسنطينة يسمى بواد الرمال ويدخل إلى ولاية ميلا مجددا ليسمى بواد الكبير وينتهي في ولاية جيجل بهذا التوضيح لو قمنا بوضع أماكن السدود نبدأ أولا بسد بني هارون يقع في هذه المنطقة تخزين سد بني هارون يصل إلى حوالي مليار متر مكعب أي 960 مليون متر مكعب ويقع على نفس الوادي سد وادي العثمانية تخزينه حوالي 40 مليون متر مكعب قلنا أن في ذلك المكان سد وادي العثمانية يسمى بوادي العثمانية ويدخل إلى قسنطينة يسمى بوادي الرمال ويدخل إلى ميلا مجددا ويسمى بوادي الكبير في السهم الأحمر يوجد سد آخر وهو سد سيد خليفة طبعا هذه هي السدود التي تقع في هذه المنطقة سد وادي العثمانية سد سيد خليفة وسد بني هارون أما الآن سوف نرى ما هي السدود التي يتم تحويل المياه بينها من سد بني هارون منه وإليه فكيف يتم تحويل المياه بين السدود هنا سد بني هارون كما تكلمنا طبعا وفي الخط الأحمر هو واد جونجون الذي يقع عليه سد تابلوت وتخزين سد تابلوت يصل إلى 294 مليون متر مكعب أي قارب 300 مليون متر مكعب بينما في توضيه آخر في السهم الأخضر هناك يوجد سد بوسيابا بالقرب من الميلية في ولاية جيجل سد بوسيابا هذا السد يتم تحويل منه المياه إلى سد بني هارون طبعا من سد بوسيابا يتم تحويل المياه الزائدة أو الفائضة إلى سد بني هارون لنوضح بالخريطة أكثر وننتقل إلى خريطة أخرى حتى نفهم أكثر يعني في توضيح جديد سد بني هارون وسد بوسيابا يتم تحويل المياه من سد بوسيابا إلى سد بني هارون في حال كان سد بني هارون مثلا يعاني نقص في المياه بينما سد بني هارون يتم تحويل المياه منه إلى سد أوركيس في ولاية أم البواقي ويتم تحويل المياه من سد بني هارون إلى سد كوديت المدور في ولاية باتنة حتى تستفيد تلك السدود من المياه نتمنى أن لا نكون قد نسينا شيئا مهما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر